اشتركوا في القناة من الحملات التفتيشية لتأكد من تنفيذ قرار حضر العمل إلى جانب إطلاق برامج التوعية بشأن مخاطر العمل تحت أشعة الشمس الحارة بهدف حماية العمال وتأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية طبقت وزارة العمل قرار حضر مباشرة الأعمال تحت أشعة الشمس المباشرة والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً والذي تم تطبيقه خلال شهر يوليو وأغسطس خلال هذه الفترة من العام حيث شهدت مملكة البحرين ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال هذه الفترة وأعلنت وزارة العمل انتهاء فترة حضر العمل وقت الظهيرة واستئناف الشركات والمؤسسات العودة للعمل الاعتيادي الالتزام بالقرار عكس حرص أصحاب العمل على سلامة وصحة العمال في مختلف الظروف لما يحمله التطبيق الأمثل للقرار للعديد من الجوانب الإنسانية والحقوقية فضلاً عن المكاسب الاقتصادية التي يجنيها أصحاب العمل بفضل إعادة برمجتهم أوقات العمل في الأماكن المكشوفة بما لا يؤثر على مستويات الإنتاجية وإنجاز المهام ويسهم في الوقت نفسه في خفض كلفة الإصابات البشرية بمواقع العمل وشهدت فترة تطبيق القرار مجموعة من الحملات التفتيشية للتأكد من تنفيذ قرار حضر العمل إلى جانب إطلاق برامج التوعية بشأن مخاطر العمل تحت أشعة الشمس الحارة وما تسببه من مخاطر وأضرار على الصحة العامة وعلى إنتاجية العمل فيما لم تسجل الوزارة عددا كبيرا من مخالفات القرار ويؤكد تطبيق القرار أن مملكة البحرين ماضية في تحديث تشريعات السلامة وصحة المهنية بما يتواكب مع مستجدات المخاطر في أماكن العمل للحد من الإصابات والحوادث والأمراض المهنية وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر